خرج مرتضى منصور من السجن بعد شهر أضاء وطبعا لازم يطلع أسباب وحجاج وقال لك مرتضى منصور في تصريحات ليه أنه في ثلاث أسباب سبب أو قدت إلى سجنه أول حاجة تأسيط غرامة كهرباء تاني حاجة يسيبه من موضوع قضية القرن تالت حاجة يعتذر وقال لهم على جسيتي لأن أولا تأسيط غرامة كهرباء ده فلوس النادي ومش ملكي أنا بس ده ملكي نادي الزمالك وإن أنا اعتذر مش اعتذر لأنه ده اعتذار باسم الناد لو عايزين اعتذر بشكل شخصي اعتذر واضح أن مرتضى منصور خرج يهلفط يقول له كلمتين يعني إحنا في الشهر الفضيل فالواحد مش عايز يشتم يعني لكن يا أخي أنت تحبست واحد عايز يقرس ودنك عايز يقدبك عشان قلة الأدب اللي أنت بتعملها خلاص يا مرتضى الراجل يعني ده أنت جزاهم الله كل خير ده أنت تروح تبوس إيديهم وش وظهر أنهم مراموك شهر في السجن الناس مرمية بعشرات السنين في السجون يا عم في عم مرتضى يعني هو أنت عارف أنه كلب السلطة في يوم من الأيام لما يقعد يهوها ويهبها ووا ووا يقول له اعتذر وقصت غرامة كهرباء عضية واضحة الخطيب رفع عليك عضية واتحكم لك رئيس الناد الأهلي اتحكم عليك عضاك لأنه أنت قليل أدب ولأنه أنت سافل ولأنه أنت سفيه فغلط فيه فالرجل رفع عضية حقه اتحبست خلاص خرجت أنت علمت النصر بقى زيك زي توفيعه كاشر زي أحمد موسى اللي يدخل في قضية نفقة اللي يدخل في قضية مش عارف إيه ونص نصر إيه هو أنت بتحارف إسرائيل هو أنتوا تشتغلون ليه فطوعا خرج مرتضى بالتصريحات الغريبة الهلامية اللي بتكلم بيها ديه وبيحمل أعضاء الجامعية العمومية أنهم معاه في كل حاجة وأن القرار قرارهم وأنه أنا بتكلم أعضاء الجامعية العمومية وأنه أنا بتهاجم عشان قلت أن الزمالك ناد البطولات بالعكس مع كامل احترام لجماهير ناد الزمالك وجماهير النادي الأهلي الموضوع بتاع مرتضى منصور في كل حاجة أنه بتدخل في السياسة وأنه هو يوظف ليؤدي مهام لصالح السلطة أي سلطة على فكرة هو بيؤدي لها مهام بالعكس العار الوحيد على ناد الزمالك هو وجود مرتضى منصور مش حاجة تانية فبلاش تعليفي عن مرتضى وعايزين يقصد فلوس كهرباء عايزين يعتذر سيبك من الكلام ده هم يعلموا عليك وخلاص وقولهم شكرا صالح